وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الصنبول الباحث في الشأن العراقي شاهو قارداغي أهلا ومرحبا بك أستاذ شاهو بداية أن ديوان الرقابة المالية يكشف عن هدر 20 مليار دينار في ملفين نازحين والفيضانات كيف ترون المنظومة القانونية والرقابية في ظل هذا الفساد تحياتي وتقديري لكم حجة ملف النازحين وأيضا ملف المساعدات المالية لهؤلاء النازحين كان من أكثر الملفات التي تم فيها الفساد وسرقة الأموال الأطراف السياسية كما أنها تتصارع للحصول على الوزارات التي من شأنها أن توفر أموالا للأحزاف السياسية كوزارة الدفاع ووزارة الكهرباء ووزارة التجارة أيضا تتصارع فيما بينها بالاستحواذ على المساعدات الداخلية والدولية للنازحين وبما أنه لا يوجد أي جهة رقابية تراقب هذا المال أو تراقب هذه المساعدات أين تذهب بالتالي أكثر من 80 إلى 90% يذهب إلى جيوب الفاسدين ولا يتم صرف باقي المساعدات للنازحين وهذا ما يفبط أن حتى المستلزمات التي تم توفيرها للنازحين والفقراء والمحتاجين لم يكن بالجودة الكافية ولم تتحمل الأمصار وسوء الأحوال الجوية وبالتالي على الرغم من سرقة مبالغ كبيرة من هذه المساعدات أيضا تم إلفاقها في شراء مستلزمات ذات جودة رديئة وهذا ما يؤشر على ضخامة الفساد الموجود بسبب عدم موجود أي رقابة لا قانونية ولا إدارية على هذه الجهات طيب ديوان الرقابة المالية يقول أنه تم هدر تريليون دينار من خلال مشاريع الاستثمار الوهمية إذن من المسؤول عن مراقبة موازنة الدولة؟ لا شكا في العراق منذ 2004 ومنذ تشكيل لجنة هيئة النزاهة إلى الآن لم نرى أي تحقيق جدي أو أي ممارسة جدية لمحاربة الفاسدين يعني رأينا أنه في عهد دوري المالكي تم قطعوا أود باجتثاث الفساد ولم يقترب من الفاسدين وأيضا في عهد العباد الذي هدد أكثر من مرة ولم يفعل وفي آخر شيء هو تفعيل مجلس مقافحة الفساد الذي قام به عبد المهدي وإلى الآن لا نرى نتائس على أرض الواقع لماذا؟ لأن الأحساب السياسية التي اتفقت فيما بينها على توزيع كعكة السلطة هي التي تساعد بعضها البعض لقيام بهذه الملفات الفساد وبالتالي لا يوجد أي جهة قادرة على محاتبتها ورئيس الوزراء بما أنه جاء كاتفاق بين الكتل السياسية وبالتالي هو ضعيف وليس لديه القدرة الكاملة على تفعيل هذه الجهات الرقابية تفعيل هيئة النزاهة حتى يقوموا بمهامهم ويقوموا بمراقبة هذه الأموال وأيضا استرجاع الأموال المنهوبة خلال هذه الفترة أستشاه أنت أشرت إلى أن كافة الحكومات التي قدمت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق أشارت إلى الفساد وقدمت وعود بمحاربة الفساد استمرار الوضع على ما هو عليه ما هو تدعياته على العراق والعراقيين؟ بلا شك أن الجهات الدولية أيضا التي تراقب وضع العراق تنذر بتدمير أو الانهيار على العراق نتيجة الفساد الموجود يعني حتى الأطراف النزيهة داخل الحكومة تؤكد أنه يوجد أكثر من 15 ألف ملف فساد تم تعليقه تم تجميده لا يمكن تحركه وبالتالي وهم يؤكدون دائما أن الفساد كان الباب الأول في ظهور الإرهاب وأيضا الآن العراق تخلص من الإرهاب ويريد أن يتعاقى ويحصل على مساعدات دولية ولكن لأجل إطمئنان هذه الجهات الدولية لا يقوم بأي خطوات لإستثاث الفساد أو مكافحة الفساد وبالتالي حتى الجهات الدولية من المؤكد أنها سوف لن تقدم هذه المساعدات لهذه الحكومة التي تدرك أنها حكومة فاسدة وأيضا توفر المال بإيران وللميليشيات المسلحة حتى يستمر نشاطها ولا يتم صرفها وإنفاقها للمشاريع الخدمية والاستثمارية وهذا ينظر بإنهيار الدولة في حال استمرار هذه التجاوزات والفساد وتراكم الفساد وعدم وجود إرادة جدية أو مؤسسة جدية تقوم بمحاربة ومكافحة الفاسدين عندما يقبع العراق في المرتبة 168 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 ويتذيل كافة القوائم الدولية كيف يصنف السياسيون الذين يحكمونه؟ بلا شك أن هذا التصنيف ووجود العراق في ذيل القوائم دائما هو أحد إنجازات هذا الحكم الذي وعد المواطنين بالاستقرار بالأمان بالتطوير بالخدمات ولكن لم يحقق أي من هذه الوعود وأيضا أبسط شيء هو مكافحة الفساد الذي لا يقدر عليه لأن الفساد يبدأ من الرؤوس الكبيرة والرؤوس الكبيرة هي التي قامت بتشكيل الحكومة وهي التي لديها فصائل مسلحة وبالتالي سوف تبقى ومن الممكن كما فعل العبادي استجابة لبعض المظاهرات وقام بمعاقبة بعض الفاسدين ولكن لا يمكنهم أن يقتربوا من الرؤوس الكبيرة لأنهم هم أصلا لديهم النفوذ والسلطة القوية داخل الدولة وبالتالي سيبقى الأمر مجرد تخدير للشارع ومجرد تخدير للجهات الدولية بأنهم جادون في محكافحة الفساد ولكن على أرض الواقع الفساد مستمر على قدم وساء الباحث في الشان العراقي شاهو القرداغي كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول شكرا جزيلا لك